مساعٍ مستمر من الرئاسة الثلاث في العراق لنزع فتي للأزمة السياسية التي قاربت على عامٍ منذ إجراء الانتخابات النيابية الأخيرة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتمسك بإجراء جلسةٍ ثانيةٍ من الحوار أملاً بحل الخلافات السياسية المتصاعدة خاصةً بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الموالي لإيران أما رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي فحاول رسم خريطة طريقٍ لهذا الحوار مشدداً على ضرورة أن يشمل اختيار حكومةٍ كاملة الصلاحية وإجراء انتخاباتٍ مبكرة بنهاية العام الفين وثلاثةٍ وعشرين كحدٍ أقصى إضافةً إلى انتخاب رئيس الجمهورية وحصم الخلاف على قانون الانتخابات سواءً بالإبقاء على القانون الحالي أو تعديله وبحث إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية داخل المدن العراقية على أن تكون مسؤولية فرض الأمن داخل البلاد منوطةً بوزارة الداخلية ما طلب الحلبوسي نالت رضا قوى سياسية وبرلمانيين لحلحلة الجهود السياسية المتعثرة هذه النقاط التي ذكرها السيد الرئيس الحلبوسي إذا ما تم الاتفاق عليها بين الفرقاء السياسيين أعتقد ستهدأ الوضع وسيتم الاتفاق على هذه النقاط ويتم البدأ بعقد الجلسات لكن على الأرض تفيد مصادر مقربة من التيار الصدري بأن الأخير يرفض أصلا فكرة لقاء الإطار التنسيقي الموالي لإيران أو التحاور مع قيادته بعد المواجهات الأخيرة التي حمل الصدر مسؤوليتها لميليشيات الإطار التنسيقي وبالتزامن مع المخاوف السياسية من عدم التوصل إلى حل يناسب فرقاء السياسة في البلاد حذر مسؤولون أمنيون حسب صحيفة الشرق الأوسط من وجود مؤشرات على موجة اغتيالات محتملة في بغداد والمحافظات والتي قد تستهدف ناشطين من التيار الصدري وقوات الشرق صدر منع وفا الله أكبر الله